ماذا لو كان الإخوان استمروا فيما يسمى بأخوانة مؤسسة الدولة وبقوا في نظامهم الذي وصفه الجميع بأنه نظام فاسق؟ أعتقد أن مصر كانت تدخش مرحلة من نظام قمعي شديد لم تشهدهم القتل خطابين الأخيرين اللي قالهم مرسج كان واضح فيهم إصراره على التعنط وأنه في النهاية سوف يعني عندما قال يعني وها أنا أفعل كان من الواضح بالفعل أنه بيستعد لموجة كبيرة من الاعتقالات وكابت الحريات والإخوان المسلمين كانوا يتصورون أنهم لابد أن يحكموا بأي شيء وبعد تمانين سنة من غاربة في الحكم للأسف أنهم يعني السعار على المناصب والسعار على السيطرة على مفاصل الدولة والعجلة في الأمور أوقعتهم في أكبر أخطاءهم وعشان كده أنه كراهية الشعب اليوم كراهية عميقة لأنه خدوا فرصة ولكن لم يعني في غضوم عام واحد كانوا قد فقدوا هذه الصورة وعادوا كل الناس يعني في معاركهم السابقة مع عبد الناصر كان نظام عبد الناصر ضد الإخوان حتى أيام الملكية كان نظام حكومة عبهادي ضد الإخوان إنما في هذه المرة هم حطوا نفسهم في موقع التناقض مع القضاء ومع الجيش ومع الآمن ومع القوات المسلحة ومع الشعب ومع كافة مؤسسات الاجتماع المدني وده نتيجة الرغبة في احتكار السلطة إحساسهم بأن هذه المهمة لابد أن تنتهي بأسرع ما يمكن وبأي ثمن ما وباستخدام أي وسائل إن